بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي ازايكم يا شباب ازايكم ابنات عاملين ايه? الوقت ان شاء الله بنشطب مع بعض الوحدة الاولانية من كتاب المعاصر هناخد من صفحة خمسة وخمسين ودي فيها تمارين الدرس الخامس والسادس بعد ما خلصناهم شرح وحل الحصة اللي فاتت لغاية واحد وستين ودي فيها امتحان الوحدة يبقى احنا كده بنخلص الوحدة الاولى ان شاء الله من كتاب المعاصر سنقول اعدادي الفين خمسة او عشرين ركز معي بناخد التمارين على بيقول لك طبعا هنا استمع واكمل نصوص الاستماع في نهاية الكتاب انت ايه روح اسمع وابقى حل التمارين اللي قدامك ديه تعال بقى اما ناخد او والمحادسة زي ما عرفنا احنا اتدربنا عليها وعرفنا ازاي نتون سؤال وازاي نجاوب عليه يقول سالي بتسأل ريهام عن رياضتها المفضلة يبقى فيه بنتين بيتكلموا سالي وريهام وسالي هي اللي بتسأل ريهام عن الرياضة المفضلة فسالي بتقول لها ماذا تفعل يا ريهام بتعمل ايه مش عارفين ما هنعرفش الاجابة لما نقرأ بقية المحادسة فبتقول لها ماذا تكون المقالة عن المقالة عن ايه فقالت لها مقط قالت لها جريت عظيم اي لايك سبورتس انا بحب الرياضة وسألتها سؤال قالت لها my favorite sport is tennis رياضاتي المفضلة هي التنس سألتها كمان سؤال قالت لها I started playing it اد ايجو في سيفن انا بدأت علعبها في سن السابعة قالت لها how often do you practice it كم مرة تمارسيها المحادسة دي بتلخص حاجات كتير جدا يا سنة اولى بتلخص لنا السؤال المحادسة بتلخص لنا الموضوع بتاع الوحدة بتلخص لنا السؤال بتاع هو often بتلخص لنا حاجات جميلة جدا وكتيرة مرينا بيها في الوحدة دي فسالي بتقول لها what are you doing ماذا تفعلي قالت لها نقط قالت لها what is the article about المقالة عن ايه يبقى طالما قالت لها ماذا تفعلي انت عندك وقت دي هتحدفها are you ديت هتعدلهم مع بعض وترجع تحول you الى i وi ما عادتش بتاخد r خلاص هتاخد i am وهنا بتقول لها المقالة عن ايه يبقى هتقول لها I am reading an article انا اقرأ مقالة انا بقرأ مقالة او ممكن كمان تقول لها I am writing an article بكتب مقالة فقالت لها what is the article about المقالة عن ايه مش عارفين ردت عليها قالت لها ايه قالت لها great عظيم I like sports انا بحب الرياضة خلاص يبقى المقالة تكون عن الرياضة احزف وقت اللي هي اداة الاستفهان the article d بدلها مع is وعوض بالarticle عوض عنها ب it تبقى it is about it هي تكون عن sports الالعاب الرياضية او الرياضة قالت لها great I like sports عظيم انا بحب الرياضة سألتها سؤال قالت لها my favorite sport is tennis رياضتي المفضلة تكون التنس اتفضل علشان تسأل هتسأل بوقت ماذا وبعدين شقلب بقى is مع my favorite sport قدي ازا هي my تتحول الى your وتبقى what is your favorite sport ماذا تكون رياضاتك المفضلة قالت لها my favorite sport is tennis سألتها سؤال قالت لها I started playing it add edge of seven بدأت العابها في سن السابعة لاحظ ان الاجابة تحت في الماضي started يبقى هسأل بدد يبقى هتقول لها متى بدأت تلعبيها هتبقى when متى واسأل بدد علشان الجملة تحت ماضي وحول I الى you when did you started ارضها للمصدر تبقى start وتبقى when did you start playing it متى بدأتي تلعبيها بدأتي تلعبيها امتى قالت لها بدأت لعبها في سن السابعة طيب how often do you practice it كم مرة تمارسيها how often اداة استفهام معناها كم مرة do جاي فعل مساعد في المضارع البسيط هاحزفه واحزف اداة استفهام وحول you الى I واقول I practice it انا بتضرب عليها والله ممكن اقول مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع I practice it مثلا every week بتضرب عليها كل اسبوع لان انت عارف ان هاو often بجاوب عليها بحاجة من الاتنين انما اني اقول always or usually or sometimes or often وهكذا او ان ممكن استخدم every week كل اسبوع every day كل يوم ممكن استخدم once مرة واحدة ممكن استخدم twice حاجات كتير للاجابة على how often تعالى بعد كده على سؤال choose I enjoyed the nقط to as one and luxure last winter انا استمتعت بنقط الى اسوان ولقصر الشتة اللي فات استمتعت بايه الى اسوان ولقصر تست استمتحان journey رحلة dream حلم competition مسابقة او منافسة الاجابة بي journey رحلة don't give up لا تيأس try to achieve your حاول انك تحقق walls حوائط games العاب pictures صور dreams احلام حاول تحقق حلمك number three good teachers المدرسين الشطار have the nقط to explain hard things clearly عندهم او يمتلكوا نقط ان هما يشرحوا الحاجات الصعبة بوضوح تلانت موهبة او مهارة bridge cubri او جسر court يعني ملعب او محكمة storm يعني عاصفة تبقى الاجابة تلانت عندهم الموهبة والمهارة number four we didn't نقط but we had fun نحن لم نقط ولكننا استمتعنا we didn't wins we didn't win we didn't winning we didn't win ليه win يا مستر عشان انت عارف ان didn't بيجي وراها الفعل في المصدر number five بيقول لك يو كان نقط great success تستطيع ان انت نقط نجاح عظيم if you work hard لو عملت بجد lose تخسر achieve تحقق او تنجز remember تتذكر break يكسر يبقى you can achieve يمكنك ان تحقق نجاح عظيم لو عملت بجد number six بيقول لك how did you meet your friends كم نقط انت قابلت اصدقائك قال له sometimes ايوا sometimes يعني احيانا وانت عارف انه طالما استخدم sometimes يبقى السؤال بها وقفن كم مرة number seven نقط are the people you play against in competition هما الناس اللي انت بتلعب ضدهم في مسابقة يبقى طبعا اثليتز لاعبي او لاعبين opponents خصوم coaches مدربين sport people يعني ناس رياضيين الاجابة opponents الخصم الخصم هو اللي بيلعب اصادك او اللي بيلعب ضدك في مسابقة او مناسب number eight don't let نقط stop you from achieving your dreams لا تترك نقط يمنعك من تحقيق احلامك don't let go لا تترك الاهداف don't let success لا تترك النجاح don't let achievements لا تترك الانجازات don't let difficulties لا تسمح للصعوبات انها تمنعك من تحقيق احلامك number nine وتمقط هنا achieve in twenty twenty two achieve فعل رجع في المصدر ماذا هنا حققت في الفين اتنين وعشرين الفين اتنين وعشرين احنا دلوقتي في الفين اربعة وعشرين يبقى الفين اتنين وعشرين دي سنة ماضية يبقى لازم السؤال في الماضي وانا عندي فعل رجع للمصدر يبقى السؤال في الماضي بدد والدد هنا achieve in twenty twenty two number ten my team ولا play فرقتي سوف تلعب the other school team next week فريق المدرسة التانية الاسبوع اللي جاي play two illa against did without without off مع او b يبقى الاجابة b against فرقتنا هتلعب ضد فرقة المدرسة التانية الاسبوع اللي جاي تعالوا على did you achieved زي did you achieved هو مش بيقول did يا مستر يبقى لازم ارجع الفعل للمصدر يبقى did you achieve your dreams in life هل حققت احلامك في الحياة number two he always نقط feel excited when he read about famous people جملة جملة دي يا سنة يا سنة اولى always يعني دائما وحضراتكم عارفين ان دائما دي هي اما تدل على المضارع البسيط يا اما تدل على الماضي البسيط وده احنا شرح نقعد نطلط الوحدة نشرح فيه طيب يبقى حاجة من الاتنين بقى لو دي مضارع كان قال he always feels لو هي ماضي هجيب الماضي من feel وتبقى he always felt اخد ايه بقى يا مستر feels ولا felt هنا بيقول لك when he read about famous people هنا جزء ده هو اللي هيحدد للاجابة عندما هو قرأ عن الناس المشاهير طب ما كلمة read يا مستر مضارع والماضي منها read والتصريف التالت read انا ايه اللي عرفني بقى ان read اللي قدامي دي هي الماضي مش المضارع ما هي لو كانت مضارع كان مع he كان حط للفعل s وكان قال he reads كده تبقى مضارع فانا اعرف انه طالما قال he read دي مش هيتحطلها s تبقى read دية اللي هي read بتاعت التصريف التاني بتاعت الماضي البسيط يبقى الاجابة اللي في الاول he always بقى feels ولا felt هتبقى he always felt لان الجملة هنا ماضي دائما شعر بالحماس عندما قرأ عن الناس المشهورة number three how many did you play sports قال له twice a week مرتين في الأسبوع طالما قال مرتين في الأسبوعية بس سؤال هنا مش بhow many هنا تبقى how often كم مرة number four he sent usually احنا اتفقنا ان usually بتتحط قبل الفعل الاساسي مش بعد منه يبقى he usually sent he usually sent emails هو عادة ارسل بريد الكتروني to his friends الى اصدقاء تعالى بعد كده على التوصيل والاختصارات دي احنا خدناها في الفيديو اللي فات قلنا تي تي وي اس دي اللي هي اختصار talk to you soon ارى اتحدث معك قريبا يبقى c دي خدت رقم واحد لل ال او ال دي اختصار laughing او تلاود يعني يضحك بصوت عالي يبقى الاجابة e c u احنا اتفقنا علشان بس اتعرفوا ان فيه هنا غلطة c u دي اراك قريبا او الى اللقاء اللي هي اختصار c u s e y o u للأسف مش موجودة هنا مش موجودة هنا يبقى فيه هنا غلطة في السؤال كتاب المعاصر غلطان كتب الكلمة على اليسار وما راحش يجاب الاجابة بتاعتها على الين طيب btw دي اختصار by the way يبقى by the way اللي هي بي اربعة لو جينا نبص على تلاتة هل c u معناها فيري جدا طبعا فيري جدا دي اختصارها فيه طيب وبعدين كان بيكتبها كده t h a n x طبعا مش موجودة الناحية التانية وبالتالي كده فيه غلطة في كتاب المعاصر غلط كتبها في السؤال وما وفرش ليها اجابة تعالى بعد كده على البراجراف طبعا كان فيه نجمة رياضية تكلمنا عليها ممكن تكتب انت البراجراف دوت من عندك وهو متجاوب عليه عندك في اخر الكتاب اقرأ وممكن تكتبه براحتك بعد كده فيه صفحة مقلوبة او جاية على جنب بيتكلم يعني ايه اختبر نفسك في مهارات قطعة القراءة وفي مهارات المحادسة ودي حاجة كويسة من كتاب المعاصر انه مزودها علشان يدرب الطلاب على سؤال القطعة اكتر ويدربهم على سؤال المحادسة اكتر الصفحة طبعا عندك مقلوبة او على جنب جايب جنب في الكتاب انا اعدل هالك هنا علشان الفيديو يبقى معدول قدامك والقطع عندك بتقول انا لاحظت خير يا سيدي لاحظت ايه علب كنزات كتير فضية ورق غلاف شوكالاتة وغلاف بومبوني في الشوارع في مدينتنا طبعا ما ليه بقى لما لقى الشوارع مليانة اسبالة كده قررت ان انا اعمل حاجة بخصوص الموضوع ده ما استنيتش الكبار علشان يجو ينظفوا الشوارع عملت بوسترات واعلانات ان انا اطلب من الشباب الصغيرين ان هما ينضموا الى المجموعة بتاعتين اربعة من الناس واجتماعنا الاول هنا بمعنى جمعة او التقطة التقطنا القمامة او جمعنا القمامة من جزء من المدينة وحطنا الزبالة دي في شنط او كاس وخدناها الى مركز اعادة التدوير المجموعة كبرت اند جرو وكبرت طولة الاجازة ودلوقتي عدد الافراد اللي فيها 24 فرد السؤال بقى بيقولك دي كلمة اللي معناها التقطة دي معناها ايه بيسايكل يعيد تدوير يجمع او يلم يرمي دروب يسقط او يلقي يبقى الاجابة بيه يعني يجمع وبالتالي هو هنا جاي بالسؤال علشان يأكد عليك او يدربك ان انت لازم تعرف الكلمة اللي تحتها خط يسألك على معناها او ان هو يكلمك في بعض الاسئلة الخاصة بالقطعة طيب بعد كده اكمل المحادثة التالية علي بيكلم امير عن اجست الصيف وهو ده الموضوع اللي بيتكلم عنه الوحدة دي فعلي قال له جود مورنينج صباح الخير امير يا امير هاور يو كيف حالك فرد علي امير قال له جود مورنينج علي لازم يرد على هاور يو امير يا امير يا فاين ثانكس او يقول له ايم فاين ثانكس او يقول له اهم Urn فاين ثانكЕس او اي ايم ايم daunting سالك dim افتكري السؤال ده وانا حفزته لك وانا بشرح الماضي البسيط. قال له ماذا فعلت اثناء اجازة الصيف. عملت ايه في اجازة الصيف? قال له انا فعلت الكثير من الاشياء اثناء اجازة الصيف. سأله سؤال انا تطوعت في كثير في الحديقة المحلية او الحديقة بتاعت الحي. يبقى ممكن يقول له هنا ماذا فعلت برضو. ممكن يقول له لايك وات يعني مثل ماذا? انت عملت ايه في اجازة الصيف? قال له لا عملت كثير من الانشطة في الاجازة. قال له لايك وات مثل ماذا? زي ايه? قال له تطوعت في الحديقة المحلية. لعبت في دوري اندروت ستوريز يوزينج اي 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 وكتبت قصص باستخدام الذكاء الاصطناعي. فقال له جريت عظيم. كم مرة تركت مدينتك اثناء اجازة الصيف? والله ممكن اقول له اي لفت ات انا تركتها مرتين او ثري تايمز ثلاث مرات. او ممكن اقول له اي لفت ماي تاوين اوفين. تركتها كثيرا او غالبا. فعلي قال له what activity was your favorite? انهي نشاط فيهم اللي كان المفضل عندك. هيقول له نقط I really enjoyed using AI. بالحقيقة استمتعت فعلا باستخدام الذكاء الاصطناعي. يبقى هيقول له طبعا افضل نشاط كان writing stories كتابة القصص using AI باستخدام AI او الذكاء الاصطناعي. تمام. ننزل بعد كده على الجزئية اللي عليها الدور وهي الجزئية بتاعت الاختبار. وهو مش كاتب طبعا اختبار لان لسه مواصفات الاختبار بتاعتكو لسه ما نزلتش وما نعرفش مواصفاته وشكل الامتحان ايه? بس كاتب بيقول general exercises on unit one تدريبات عامة على الوحدة الاولى. طبعا الاستماع عندك بقى اقرأ نص الاستماع في اخر الكتاب وجاوبه. المحادسة هنا بيقولك سمر ازتيلنج هدير ابوت ابروجيكت انهير سيتي. سمر بتخبر هدير عن مشروع في المدينة بتاعتها. فهدير بتقول لها هاي سمر اهلا يا سمر. تحب تزوري حديقة الاورمان معي? قالت لها هاي هدير? وقالت لها نقط. سألتها سؤال. قالت لها لاني بساعد في مشروع في مدينتي and I am very busy وانا مشغولة جدا. خلاص. يبقى لما قالت لها تحب تزور حديقة الاورمان معايا قالت لها no sorry لا اسفة. او ممكن تقول لها sorry I can't اسفة لا استطيع. فسألتها سؤال قالت لها لاني بساعد في مشروع. يبقى السؤال هنا هيبقى why بس كده اه why بس كده تنفع. وممكن تقول لها why can't you come? لماذا لا تستطيعي ان تأتي? قالت لها because I help out at a project. لاني بساعد في مشروع in my city في مدينتي and I am very busy ومشغولة جدا. سألتها سؤال قالت لها I help to teach adults who can't read and write. انا بساعد في تدريس الكبار اللي ما بيعرفوش يقروه يكتبوه. يبقى بتقول لها ماذا تفعلي? what do you do in the project? ماذا تفعلي في المشروع? لو سمحت يا مستر انت جبت دو دو دي منين? help ده مضارع بسيط. يبقى لازم اسأل استخدام فعل مساعد بدو. ولما اجا اقول تفعل في المضارع البسيط هقول دو تاني يبقى what do you do in the project? ماذا تفعلي في المشروع? المشروع ده بتعملي في ايه? قالت لها بساعد الكبار اللي ما بيعرفوش يقروه يكتبو. قالت لها great عظيم English or Arabic. بتعلميهم انجليزي ولا عربي? قالت لها نقط. قالت لها it's really fun to be an Arabic teacher شيء ممتع انك تصبحي مدرسة لغة عربية. يبقى طبعا هتبقى I teach them انا بدرسهم Arabic. مش هيبقوا هما لسه ما بيعرفوش يقروه يكتبوه واخدهم علمهم انجليزي. على الاقل الاول يعرفوا لغاتهم ويكتبوا يقرب لغاتهم الاول وبعد كده تفرج على الانجليزي. تعال بعد كده على complete وده هناخد من قيمة الكلمات from the list ونحط في ال spaces او الفراغات اللي موجودة في القطعة اللي تحتها. عندي كلمة champion battle was cana talent موهبة او مهارة enjoy استمتع young يعني صغير او شاب. هنا بودة دي الرياضية المشهورة اللي اتكلمنا عنها لاعبة التيبل تنس او البنج بونج اللي قرأنا عنها الحصة الماضية او الفيديو اللي فات. هنا بودة is an Egyptian table tennis player لاعبة تنس طولة مصرية. شي نقط born in 2007 ولدت في 2007. تبقى شي was born ولدت. تبقى دي كده خلصت. شي started playing table tennis بدأت تلعب تنس طولة قد ايجو فور في سن الرابعة. شي هاز او نقط فور ديس سبورت كان عندها talent موهبة او مهارة في هذه الرياضة. شي بيكيم ايجيبت اصبحت البطلة الوطنية المصرية الاصغر في السن في سنة 2019. يبقى التالتة دي احط فيها champion. يعني بطل او بطلة. هنا really نقط practicing for long hours everyday. هنا حقا نقط التدريب او التمرين لساعات طويلة كل يوم. يبقى بتستمتع بالتدريب لساعات طويلة كل يوم. تعالى بعد كده على الصفحة اللي بعدها وعندي قطعة عايزين نجاوب الاسئلة بتاعتها. بنت صغيرة. من دولة اسمها اوستيريا في مدينة اسمها سالسبرج بدأت مجموعة علشان يجمعوا القمامة. في مدينتها الصيف الماضي كانت قال انا من الزبالة عن وانت عايزة تعمل حاجة بخصوص الموضوع ده. she didn't want to wait. ما كانتش عايزة تستنى. for the adults الكبار. to clean the streets ان هما اللي ينظفوا الشوارع. she made posters. علاقت بوسترات. and asked other young people to join here. وطلبت من الشباب اللي في سنها ان هما ينضموا اليها. for people came to here first meeting. اربعة ايجوا حضروا الاجتماع الاول. they were very active. هما كانوا نشيطين. هم دي يعني الناهية والناس اللي حضروا معها الاجتماع. الشباب الصغير. the group المجموعة grew quickly. كبرت بسرعة. and started picking up litter. وبدأوا يجمعوا القمامة. يبقى litter معناها القمامة. putting it in bags. وحطها في كياس. and taking it to the recycling center. وياخدوها الى مركز اعادة التدوير. by the end. وده سمر بحلول نهاية الصيف. Elsa's group. مجموعة Elsa had 24 members. بقى فيها 24 عضو او 24 فرد. number one. Elsa wanted to do something about that. اولتها كانت عايزة تعمل حاجة بخصوص. طبعا litter القمامة. the underlined word letter can be replaced by. كلمة litter القمامة اللي تحتها خط can be replaced by ممكن استبدالها باي. يعني استبدالها يا مستر يعني معناها ايه. طبعا الاجابة تبقى trash. طبديد يا مستر. دي اتليتر يعني لتر. لتر مية. لتر بنزين. لتر عصير لتر. the underlined pronoun day الكلمة اللي تحتها خط دي عايد على مين? عايد على young people الشباب اللي بقوا مجموعة وعددهم كبر. بقى الاسئلة برضو على القطعة. summarize the text in one sentence. لخص النص في جملة واحدة. الجملة الواحدة هتقول elsa started a group. elsa بدأت مجموعة to collect علشان يجمعوا لتر القمامة. بس يعني. number five why do you think elsa wanted more young people to help? في رأيك ليه elsa كانت عايزة ناس اكتر علشان يساعدوا? طبعا to collect more liter علشان يجمعوا قمامة اكثر. and clean وينظفوا more streets شوارع اكتر. كل ما المجموعة تكبر كل ما التعاون يزيد ومساحة الاماكن النظيفة تزيد. number six give a suitable title to the passage هات عنوان مناسب للقطعة. طيب هقول ايه بقى فيها? هقول مثلا. a new group. مجموعة جديدة. for helping community. لمساعدة المجتمع. حلو العنوان ده. طبعا انت ممكن تكتب عنوين تانية كتير من الشرط العنوان دوت بالتحديد. طيب. تعالى بعد كده على. اسئلة choose twenty players. عشرين لاعب. took part in the sport is not to win the cup. اشتركوا في نقاط الرياضية علشان يفوزوا بالكاس. طبعا tournament يعني دوري. ده mechanic works in a. الميكانيك بيشتغل فين? طبعا الاجابة بي. workshop workshop. ورشة. ويندي دي ونقاط ذاتين. متى انضمت للفريق. طالما سأل بدد. يبقى رد الفعل للمصدر. يبقى اخد الفعل بدون اضافات تبع الاجابة see join. متى انضمت للفريق. اربعة. اتنو اتايرينج to travel in the past. متعب انك تسافر في الفضاء. حلو. يبقى ايسف. in the past يعني في ايام زمان او في الماضي. طب عايز اقول كان متعب. طب ماهو كان ده verb to be was. وانت عارف انه always وازروف التكرار بتيجي بعد verb to be. يبقى ندور على was always. كان دائما امرا متعبا انك تسافر ايام زمان. تعال بعد كده على صفحة واحد وستين نمبر فايف بيقول لك the temple of edfu معبد edfu is an amazing نقط from ancient Egypt. هو نقط مذهل من مصر القديمة. language لغة painting يعني صورة ملونة او مدهونة او دهان. activity يعني نشاط. طبعا الاجابة c building لانه مبنى قديم. نمبر سكس. نقط you watch the tennis match last week. الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي. كلمة last تدل على الماضي البسيط. واذا فيه هنا علامة استفهام يبقى ده سؤال وعندي ووضش فعلي راجع للمصدر. يبقى السؤال بدد. يا مستر طبعا خدتها ووض. خدتها ووض. انت عارف انه ووض ملهاش دعوة بالفعل وم بتردش الفعل للمصدر. وعارف كمان ان ووض ده verb to be بيجي مع اسم صفة عمر ووظيفة جنسية ساعة ارقام اماكن مع زيس و زت و زيس و زيس و زير. يبقى بالتعريفات بتاعتهم. تمثال هاتلي بقى تعريف على التمثال دوت. عبارة عن نموذج لانسان حيوان او حتى شيء مصنوع من الحجر. الاجابة دي. نمبر اللي هي مكان الناس كانوا بيجوا فيه علشان يصلوا. الاجابة نمبرت ايه? وطبعا بي ديت زيادة. طيب بعد كده خش على بيقول لك فيها لست سامر الصف الماضي. انا افعل حاجة فعلا رائعة او ممتعة طب ما لست سامر الصف الماضي بقى انا عايز الماضي من دوت بقى دد فعلتو. قال له sometimes. طالما الاجابة ب sometimes. ده زار في تكرار يبقى السؤال بها ووفم. what do you do last summer? ماذا فعلت الصيف الماضي? الصيف الماضي بقى ده السؤال في الماضي. يبقى بسأل ب did what did you do? نمبر فور شي براكتست افن. انت عارف ان افن واظرف التكرار تسبق الفعل الاساسي تبقى افن براكتست. طيب فاضل معانا ايه? فاضل معانا السامر واحنا كنا تكلمنا عنه اصلا وكتبنا عنه في قلب الوحدة. وبرضو موجود اجابته عندك في نهاية الكتاب وبكده اكون وصلت معاك لغاية صفحة 61 في كتاب المعاصر خلصت معاك الوحدة الاولى وانتظرني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله علشان نبدأ في الوحدة التانية وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب ودعو حلو من قلبك يا رجال يا طيب اشوفك على كرق قريب والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته